السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ملكة الار وفيديو جديد ملكة الار عبد العزيز قبل ما نبدأ هذا المقطع طبعا هذا المقطع الجزء الثاني من الاطعمة التي سنتكلم عنها يجب ان الصايم يتجنبها قدر المستطاع ولكن جمع عوادتكم قبل ما نبدأ المقطع خلونا نشوف التقرير راحكم بتجنب تناول الاطعمة التالية والتي من افضل انتغوم في هذا الشهر الكريم بالابتعاد عنها بعض المشروبات والمؤكولات التي تمنحك الشعور بالجوع والعطش والتعب نعم جاي معرفنا التقرير وشفناه في المقطع الاول كما شفناه الان انهي على حسب الاطعمة والمشروبات التي تكلها انها تسبب لك ربما امراض وانت صائب ولا تعلم انواع الدهون على صحة الانسان عن الاطلاق هي الدهون المهدرجة والتي توجد في الاطعمة المعبئة والدهون المهدرجة هي تماما مثل الدهون المشبعة مضرة للصحة وقد تسبب في رفع الكروسترول في الجسم فقد اكتشف الباحثون ان استهلاكها يسارع بشكل ملحوظ من عملية تصلب وتضيغ الشرائين بعد صيام اكثر من 15 ساعة فان الجسم يحتاج للعديد من المصادر الغذائية والتي بالتأكيد لن تحصل عليها بشكل كبير من الاطعمة المعلبة فلذلك يفضل تناول الاطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبات بقدر الامكان وكذلك الاطعمة المغلية تجنب تناول السمبوسة والمغليات على السحور لان الطعام المغلي تشعرك بثقل وعلى الحركة تحتوي الاطعمة المغلية على كمية عالية من الزيوت والتي من شأنها ان تسبب السمنة وان ترفع من مستوى الكروسترول في الدم الاطعمة القنية بالتوابل الاطعمة القنية بالتوابل قد تسبب الحرقان في الفم والمعدة لذلك بسبب مواد خاصة يحتويها الفلفل الحار تعرض باسم الكاسسين ويمكن تسبب تهيج بطانة الامعة والمعدة وعادة لا يتم هضم هذه المواد في الجهاز الهضمي الاطعمة الحارة والقنية بالتوابل تزيدنا بالشعور بالعطش لأنها تزيد من الحموضة والحاجة إلى الشرب الكثير من المياه لذلك لا تضيف الكثير منها على طبق السحور وكذلك الحمضيات تجنب الحمضيات لأنها تسبب الحموضة للمعدة وكذلك تسبب القازات في المعدة وتعمل عن انتفاق القالون وحرقة المعدة أو بما تعرف بحموضة المعدة أحد المضيفات الصحية الشائعة التي يمكن تنشئ خلال فترة سيام رمضان بشكل خاص وهي حالة يتم فيها وهي عبارة عن أنم حارق أسفر عظام الصدر وعادة ما تحدث نتيجة الإصابة بالارتجاع المعيدي المرئي وهي حالة قد تظهر في رمضان وقد تتثاقم خاصة بعد الإفطار وذلك كنتيجة طبيعية لامتلاء المعدة والإصابة بالتخمة بسبب انقطاع عن الطعام لفترات طويلة ملك الأر عبد العزيز وكذا انتهينا من سلسلة أطعمة ومشروبات يجب أن تتجنبها وأنت صائم فتمنن هذه السلسلة أعجبتكم إذا حبيتم نزل جزئيات كثيرة من هذا المجال وهو مجال الطب والملومات الصحية ستمننكم تدعموني بالليكات وتكموني في التعليقات وبإذن الله ننزل مقاطع كثيرة عن الصحة لأن هذه المقاطع هي التي تفيد الإنسان وتذكروا دائما أن الوقاية خير من العلاج وتمنى من الجميع يتابعني أيضا في التواصل الاجتماعي وخصوصا انستجرام خلونا نوصل خمسمائة متابع بسر وقت ودمتم سالمين وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر